هنبدأ تفاصيل أخبار ألعبنا الفردية من المصرع ومجلس إدارة اتحاد المصرع برئاسة عسام نوار قرر تأجيل انطلاق مسابقة الموسم الجديد من الوقت الحالي على أن يتحدد موعد البطولات والنشاط المحلي بعد إقامة انتخابات الاتحاد المقرر لها يوم 13 نوفمبر اللي جاي مجلس إدارة اتحاد المصرع أعلن أنه لن يتم إقامة أي بطولات من مسابقات النشاط المحلي إلا بعد عقد الجماعية العمومية وإقامة الانتخابات هنا فيه تحفظ عظيم على القرار ده لأن المسابقات المفروض أن هي ملهاش أي علاقة خالص بالانتخابات المفروض فيه خريطة للبطولات وموعيد محطوطة من سنين مش من النهاردة أو من السنة اللي فاتت متعلقة بخريطة البطولات المحلية دي بتكون دايما مرتبطة بخريطة البطولات الدولية وبالتالي لازم المسابقات تقام في موعدها علشان يكون فيه تجهيز للعبين كل حاجة مرتبطة ببعضها فاتحاد ألعاب القوة أخذ نفس القرار اللي من فترة برضو انتقدناه والنهاردة اتحاد المصارعة بنفس النهج بياخد القرار نفسه والمسابقات وبطولات المفروض أن هي يعني ده تراك ملوش علاقة بده خالص انت مفروض عندك انطلاقة الموسم ليها موعد محددة وموعد الجماعية العمومية بيكون محدد بشكل منفصل غير متصل على الإطلاق بالمسابقات المحلية فبما إن شايفين دلوقتي أكتر من اتحاد يعني كده كده كل اتحاد بيكون ليه صلاحياته الخاصة من اتخاذ قرارات متعلقة بالمدربين اللي هيكونوا بيمرنوا الفرق في الفرق المنتخب الشكل المسابقة هيكون ماشي ازاي عدد البطولات الحاجات التفاصيل والحيثيات دي كلها طبعا الصلاحيات بتكون مع مجلس كله ولكن لما بنيجي عن نقطة كده هي مفروض بتيجي تحت مظلة الرياضة المصرية وبما إن شايفين أكتر من اتحاد بقى بيقرر قرار زي ده بشكل منفرد فأعتقد إنه ممكن يكون وقت مناسب يكون فيه ليحة سواء من وزارة الشباب والرياضة أو من اللجنة الأولمبية المصرية بتنص إنه اللعب في المسابقة المحلية وفي مواعيدها بدون سبب يعني ساعات بيكون فيه تأجيل متعلق بمنافسات بتتعلق بمنافسات وبسيزنز قبل كده ملتحمة فماشي مضطرين إن احنا نبدأ المنافسة مش في محلها أو مش في مواعيدها ولكن ربط المسابقة المحلية بالجماعية العمومية هي لفة مش منطقية خالص يعني إعلقة اللعبين يفضلوا قاعدين في راحة سلبية أو بيتمرنوا من جير تنفس وممكن سيزنز تبدأ بقى مثلا يبدأ عندهم بطولة إفريقية الناس مثلا شجلة من قبلهم بيتمرنوا وبيلعبوا بطولاتوا بيحتكوا وهم قاعدين مريحين عشان كان عندهم انتخابات في الاتحاد بتاعهم يعني حتى الجملة مش رجبة خالص فكاتحادات هي المفروضة اللي تكون معانية أن هي بتكون بتحدد موعيد انطلاقة المسابقة بتاعتها ولكن لو افترضنا إن بقى الاتحادات مش بتعمل الدور ده أو مش بتحدته أو مش بتلتزم به هيجي بقى دلوقتي ممكن يكون دور متعلق من وزارة الشباب والرياضة إن دي حاجة جير مسموح باللعب فيها بدون سبب فهنشوف هيتم التعامل مع ده إزاي وبنأمل إن ما فيش أي اتحاد تاني يكون بيمشي على نفس النهج ده لإنه مش في مصلحة الرياضة المفروض الاتحاد ده جاي علشان يكون بيخدمها فدي أي حاجة مش في مصلحة الرياضة ولا في مصلحة اللعيبة بتوعها